بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في عول الصورة كذلك نبهنا إلى أن بني إسرائيل سيتطاولون مرتين عبر الأجيال المرة الأولى حين فتح الله لأمة الإسلام فتح عظيم قال ربي فإذا جاء وعد أولاهم بعطنا عليكم عبادا لنه لبأس شديد فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مبعول خياد الديار أما في المدينة أو في أي أماكن مركزين الصعينة على احتلالها وقرأوا تاريخ الإسلام كيف كان ليود أهل الخصران كانوا كل من يتأمروا على الإسلام إلى مدقيقة يعجلوا بنايتهم وخراجهم من ذلك المكان أما اخراجهم بالموت أو بالبعد إبعاد وقرأوا التاريخ المنع هم الحد الآن بنصي يوم وهمش نسين الغربات التي جاءتهم عن طريق رسول الإسلام عليه السلام ودين الإسلام وهذا يتكرر حتى يومنا هذا وحتى قيمة الساعة بعض رب يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفوزكم وناسأتم بلا وقالوا لا تعلونه عنوان كبير هذا خيبر غيره كان العلوم على حساب الكرب الآن علوم على حساب من الدعون للإسلام بغير حق إن أحسنتم أحسنتم لأنفوزكم وناسأتم بلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء ودوكم أي أهل محمد عليه السلام والبأس الشديد باشي ناوشوكم حتى يظهر في لغلب فيكم علامات الإرهاق والمذلة والخوف الشديد أي الهول هول من ماكد على الصدور وكل لحظة يتوقع أن نهايتهم قد قربت ومن تعليب الله لهم أن لم تأتي تلك اللحظة التي هم يخشونها خذوا ربما كيف تجي اللحظة ذيك يزول أعذابهم في الدنيا وينتقلوا إلى أعذاب قبور مناء أفر أفر جهنمية أثناء رأنتهم البرزخية نعود إن شاء الله